هو فيه يا جماعة هو ايه اللي بيحصل بجد؟ طواهين اوبرو الكريم حصل لهم ايه؟ مبارح واحد عمش عارف في الحرش بوعدة بتاع التجمع وطبعا لسه بيشوفوا الموضوع ايه؟ والنهار ده لسه واحدة برضو بتاع التجمع هو ايه حكاية التجمع وده يا جرعان وبرضو حبيب الشمع قبل كده؟ ايه الموضوع بزاق؟ وقال لك نأسف يعني في اللفظ طلع جزء حساس من جسمه وهو راكب العربية وراح يوصله اصلا على النبي ومساش تعمل متابعة عشان ده لقاء كون تجريب وتعمل لايك الفيديو قابري همك مع احمد مطاعة لو صورة او فيديو مع زفين منك وعايز ترجعهم من نزل التطبيق اللينك بتاعه في البايو تحت صورة بيقول لك سواء اسمه كريم شغال في شركة كريم يعني اللي هي اوبرو كريم شغال في شركة كريم المهم الشخص ده كان راح يوصل الواحدة اه فتاة فتاة التجمع برضو ومش عارف ايه موضوع التجمع ده المهم بيقول لك ان هو اه اه اتحرش بيها وان هو استنماء واستنماء يعني اكيد انتوا فهمتوا يعني طبعا وطلع جزء حساس من جسمه والكلام ده والبنت اه اه يعني ايه لمت عليه الناس وقدرت الناس يعني الماشى في الشارع والكلام ده كله وقدرت ان هي تنزل من العربية وهو طبعا هيري لكن الشور ده قدرت انها تجيبه وبيتم التحييم عادلوقتي بس انا مستغرب جدا ايه اللي بيحصل يا ناس الجنينة ولا ايه اللي مش فيهم حاجة وازاي يعمل فعلي زي ده كده عادي يعني طلع جزء حساس من جسمه ويعمل مش عارف ايه قدام ايه الكلام ده ليه يعني لا اول موضوع بقى خلاص كل يوم بقى شكل حاجة معتادة نسحة الصبح اللي مش عارف فتاة التجمع تبقى يعني شمعنا التجمع يعني فتاة حبيبة الشمع ثم البنت بتاعة امبرح ولا اول امبرح دي والنهار ده فتاة تجمع برضو حاجات الايجابية اللي اسمعتها برضو ان الدولة دلوقتي بتجهز عشان موضوع زي اوبرا وكريم كده بس طبعا ينزل في السوق المصري ويكون بالاشتراك مع كذا شركة يعني ودي بحاجة كويسة جدا تحت اشراف الدولة يعني وكده ويارب مساهل يعني عشان البنات واللي بينزولوا كده ما يحصلش حاجة او كده اه ما يكون تحت اشراف الدولة بالتأكيد هيكون احسن كده. سؤال بقى لكريم بتاع شركة كريم. هو انت عملت ايه? انت بتعمل ايه? هو في ايه?